لم تكت تمضي سنة على الاجتياح الأمريكي للعراق حتى اصطدمت القوات الغازية بأول معركة كبرى خاضتها المقاومة العراقية كانت أرض مدينة الفلوجة مسرحا لها شرارة المعركة كانت بعد مقتل أربعة من مرتزقة شركة بلاك ووتر الأمريكية لتنطلق محاولات قوات الاحتلال لاقتحام المدينة والسيطرة عليها فتصدى لها المقاومون مكبدين جيش الاحتلال بكل ما أوتي من ترسانة عسكرية وتكنولوجية خسائر لم يتوقعها كبار القادة الأمريكيين حتى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش صرح حينها أن قواته واجهت أياما قاسية استطاع قادة المقاومة بالاستناد إلى التنظيم المحكم بفرض السيطرة على أرض المعركة وإحداث إرباك للقوات المهاجمة وكان هذا باستعمال أسلحة بسيطة مع تكتيك حرب العصابات القائمة على نصب الكمائن واللجوء إلى تقنية الكر والفر ما أحدث خللا في القوات الأمريكية المهاجمة ليلجأوا إلى اعتماد القصف العشوائي على البيوت مخلفين أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين العزل معركة الفلوجة التي كانت أول منازلة خالتها المقاومة مع القوات الأمريكية مثلت عنوانا لرفض العراقيين للمحتل وأعوانه ونقطة اتساع لمشروع المقاومة الذي أذاق المحتل الأمرين وأجبره لاحقا على الخروج تاركا عملاءه ليكملوا مشروع تدمير العراق